اشتركوا في القناة والبداية مع افتتاحية صحيفة الجارديان والتي جاءت تحت عنوان الهدنة في سوريا قد تكون محفوفة بالمخاطر الى انهما هو متوفر حاليا وقالت الصحيفة ان الحرب في سوريا مستمرة منذ مدة طويلة كما ان الدبلوماسية اثبتت عدم فعليتها في ايجاد اي امن او سيطرة على الوضع القائم الى ان الاتفاق على الهدنة اثبت تماسكه خلال نهاية الاسبوع واضفت الصحيفة ان جميع المراقبين يرون انه لا بد من اعطاء الهدنة فرصة ليس لتغيير طرأ على مشاعر اي احد بل من اجل تحقيق رغبة جميع الفرقاء واضحت الصحيفة ان الوضع في سوريا معقد وخطير لدرجة ان الدول المتنازعة فيما بينها تحتاج لتتعاون مع بعضها البعض لتفادي مخاطر لا يمكن ان تتعامل معها لوحدها واضحت الصحيفة ان الولايات المتحدة خسرت تأثيرها على دمشق منذ سنوات وذلك عندما اعلنت بصورة غير ناضجة عن وقوفها ضد الرئيس السوري بشار الاسد واردفت ان واشنطن خسرت بصورة اكبر عندما قرر رئيس الامريكي باراك اوباما عدم ضرب سوريا في عام 2013 بالرغم من استخدام الرئيس السوري بشار الاسد الاسلحة الكيموية وختمت الصحيفة بالقول ان روسيا والولايات المتحدة بحاجة لبعضهما البعض وكم انهما يحاولان في الوقت نفسه استخدام احدهما الاخر ونقرأ في صحيفة اكشم تركيا مقالة لويداد بيلجن بعنوان القضية السورية والمعارضة تركية يرى فيه الكاتب بان قضية تحديد مستقبل الشرق الاوسط المعاصر بلا شك متعلقة بدرجة كبيرة بكيفية حال العقدة السورية وعلاقة هذه القضية بتركيا واضحة جدا والسياسة التي تتبعها الحكومات التركية معلومة للجميع لكن اين المعارضة من هذه القضية وما هي تصريحاتها بهذا الشأن ويشير الكاتب الى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي يسيطر على خطة تنظيم حزب العمال الكردستاني البكيكي وحزب الاتحاد الديمقراطي البيدي الارهابيين حسب قول الكاتب بينما حزب الشعب الجمهوري لا يطلق الا تصريحات تتمحور حول الاستاءة لمنجزات الحكومة ومنقف دينيز بايكل الزعيم السابق للحزب الاخير دليل واضح على انتقاده لسياسات حزبه البائسة بدأت سياسة الغرب تجاه سوريا تتضح شيئا فشيئا ففي الوقت الذي يسعى فيه النظام الغربي لتقسيم سوريا يحاول بالدرجة الاولى محاصرة تركيا من جهة حدودها الجنوبية من خلال تقديم كافة انواع دعم لتنظيم البكيكي والبيدي بهدف قطع ارسباط تركيا جغرافيا بدول العربية الشيء الذي قالته امريكا لتركيا بشكل صريح هو لا تتدخل واوقف القصفة المدفعية لكي يقوم البكيكي والبيدي المدعومان من النظام السوري بالسيطرة على كامل الشريط الحدودي فكم هو منطقي في هذه الحالة ان تنتظر تركيا من امريكا قيامها بتصنيف التنظيمين ارهابيين وهي الداعم الاساسي لهما وفي هذه النقطة تماما تصمت المعارضة التركية وفي خضم هذا الموقف للمعارضة خرج دينيز باكال وقال بانهم لن يبقوا صامتين ازاء محاصرة تركيا وان لتركيا الحق في القيام بعملية عسكرية لحماية حدودها معارضة السياسة الخارجية للحكومة يجب ان تهدف بالدرجة الاولى الى مصلحة تركيا ومن ثم السعي لايجاد سياسات بديلة تخدم مصلحة البلاد ونقرأ في صحيفة العرب القطرية مقالة لعبدالعزيز الحيس بعنوان اقتل الاقرب يقول فيه الكاتب في مسيرة تنظيم الدولة داعش يبدو ان مستوى القواعد من تابعيه وصل الى مستوى منحدر ومنحط لدرجة انهم اصبحوا يقتلون على الغريزة المباشرة والسطحية هذه الغريزة تختار اقرب من يقع في دائرتها لتفرغ فيه هذا الغضب الجديد والرغبة في الانتقام ولذا تكرر ان نشاهد افرادا تحمسوا لفكرة التنظيم حول المرتدين يقتلون اقاربا لهم فوجدنا من قتل ابن عمه ومن قتل خاله واقول شاهدنا افرادا لان حوادث القتل التي قام بها من بايع التنظيم فعلها كافراد ولم يكونوا منظمين في خلية مثل ما كان الامر مع القاعدة في جزيرة العرب قبل عقد كان اتباع القاعدة يهتمون بالدفاع عن نهجهم لكن تنظيم داعش من فرط ذاتيته لا يتحاور مع الاخر ولا يجادل حول نهجه بل يمارس الترهيب والعنف المفرد ويرسل الصور التي تنقل ذلك فقط وهذا ما جعلنا نرى افرادا منقطعين ومعزولين يتقمصون نفس سلوك التنظيم ويتصرفون بذاتيته تدلل عليها حوادثهم العشوائية التي تقتنس اقرب ضحية ينطبق عليها مفهومهم للردة مثل ان يكون عسكريا في الدولة ان الغريزة السطحية لدى المتشددين مهوسة بالاقرب فهو الاخر العدو لديها وذلك تبعا لضيق الافق والحيز الذي تنظر من خلاله وهذا ينطبق حتى على مستوى المتشددين نظريا دينيا او سياسيا تحدث فرويدر كيف ان الطفل لو توفرت له القدرة على تحتيم العالم لا فعل ويقصد ان الطفل ذاتي تماما في سنواته الاولى وصاحب العدوان من يريد ان يستولي على البشر والارض لم يندفع لفعل ذلك لو لم يكن ذاتيا من هنا كل مقدرة تتزايد لدى تنظيم داعش ستعبر عن نفسها اكثر واكثر في مظاهر بلغة من التوحش ونطالع في صحيفة الحياة اللندنية مقالا لغسان شيربل بعنوان اهوال وقف النار حيث اشار فيه الكاتب الى وقف النار الذي لا يقل خطورة عن اطلاق النار صمت المدافع والبراميل يفتح العينين يضع من كان يصف بالمواطن وجها لوجه امام ما كانت توصف بانها بلاده امام ما تبقى منها ابتهاج الناس باستراحة الى القتل لا يلغي حقيقة مدمرة الشهيد الاول في سوريا اسمه سوريا وقف النار مطلوب لكنه رهيب يسمح للمواطن بالشروع في الاحصاءات المدن التي اغتيلت البدلات التي تبخرت القرى المسكونة برائحة الموت والغياب ستتذكر عائلة ابنها الذي ذهب ولم يعود ابنها الذي لن يعود ستتذكر نصف هذتائه في اوروبا او مخيمات الدول المجاورة ستتحسس امصورة نجلها الذي اخذوه ستصلي لعودته وهي تعرف ان شمس عمرها ستغرب من دون ان تعانقه انا لا الوم السوريين الذين ارتكبوا حلم التغيير وتدفقوا الى الشوارع والساحات هذا حقهم وقرارهم لكن مسار الاحداث اوقعهم في قلب المأساة اختال داعش واخواته شعارات التغيير والتهموا مواقع المحتجين ولم يبخل النظام عليهم بالغرات والبراميل ذهبت سوريا الى الحرب وخسرت كل شيء تقريبا حصنتها وسيادتها وتعيشها وقرارها سقطت تحت وصايات ابرزها الوصاية الروسية المستقبل السوري يكتب اليوم بحبر لافروف ومصادقة كيري لحظة وقف اطلاق النار بالغة القسوة في عز الحرب لا يشتهيها احد من المحاربين ربما لانها بطبيعتها تعلن العجزة عن الانتصار وربما لانها تشير ايضا الى ان النتائج قد لا تبرر الخسائر ويختم الكاتب بالقول خسرت المعارضة حلمها باقتحام معقل النظام خسر النظام حلمه باستعادة كل المناطق يجمد وقف اطلاق النار حلم الاكراد باستكمال رسم اقليمهم حيث يقدم لك القيصر كاساس السم لا يبقى امامك غير ان تشرب وختام حلقة اليوم مع افتتاحية جريدة حبر بعنوان ما اريكم الا ما ارى حيث تتحدث الصحيفة عن مصر وحاكمها عبدالفتاح السيسي حيث نسمع خطابات تعيدنا لازمنة غابرة وثقافة يقال انها اندثرت منذ عهد النبي موسى يطل على المصريين والعرب والعالم عبدالفتاح السيسي كرئيس دولة يمتهن اساليب التهريج في الخطاب ليصير مادة لمعظم برامج الكوميديا في العالم العربي احمق تولى الرئاسة ممن يحكمون خلف الظل كما يقول معارضوه ليكون واجهة يعبرون عليها للسيطرة على واحد من اعرق شعوب المنطقة واشدها خطرا ان تفجر صبره الطويل في وجه جلاديه هكذا اعتاد المصريون والعالم على السيسي ككومة من الضحك الفارغ تستوعبه آلة اعلامية ضخمة تستغبي متابعيها لتحيل كلامه الى نظريات واكتشافات فردة في عصر طواحين الهواء في هذه المرة يخرج السيسي على غير عادته ليهدد ويتوعد ويقول انه باق ويتمدد فلا تستمع لغيري لان الذي يعرف كل شيء وهذه الانهار تجري من تحتي وما اهديكم الا سبيل الرشاد وينتهي بعرض نفسه للبيع لو كان هناك احمق يشتري في اكمال لمشهد هزلي من الكوميديا الرخيصة والمقرفة حين يباع من يسمي نفسه رئيس البلاد في سوريا نعرف ان هذه المقولات ما زالت رائجة جدا ولم تنتهي بعد فقد ترسخت خلال اربعين عاما في نفوس الكثيرين حتى اصبحت ثقافة على حجم الكراسي التي يشغلونها ولكن كل ما نأمله ان لا تصل يوما الى الحكم فقد اكتفت الشام من المهرجين والحمق وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم دمتم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة